الشيخان الفاضل قوم كانوا على سفر فأرادوا صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير فهل مقيم أن يأتم بهم في صلاة المغرب على أن يصليه وفي نيته صلاة العشاء ويأتي بالركعة الرابعة بعد تسليم الإمام المسافر نعم يجوز الإنسان المقيم أن يصلي خلف من يصلي المغرب وإذا سلم من صلاة المغرب أتى بالركعة الباقية هذا لا يدخل في حديث فلا تختلف عليه نعم نحن ما اختلفنا عليه كبرنا حين كبر وركعنا حين ركع وسجدنا حين سجد لكن سلم وقد بطي علينا ركع من صلاتنا فنتمه نعم